يا الله يا الله وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأن من علامات الساعة الصغرى التي وقعت ولم تنقضي ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء وعند الترمذي قيل ومن الغرباء قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة بعدي لما بدأ الوسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في مكة كان وحده ثم انضم إليه عدد فلم يؤمن به صلى الله عليه وسلم إلا القليل وأكثر الخلق عادوه وعاندوه صلى الله عليه وسلم وآزوه وآزوا أصحابه الذين أسلموا حتى هاجر من هاجر إلى الحبشة فرارا بدينه من الفتن وبنفسه من الأذى والاضطهاد والظلم والاستبداد وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمر الله تعالى إلى المدينة بعد ما ناله من شدة الأذى ما ناله رجاء أن يهيئ الله له من يؤازره في دعوته ويقوم معه بنصر الإسلام وانتقل معه من قدر من أصحابه وكان غريبا أيضا حتى كثر أهله في المدينة وفي بقية الأمصار ثم بعد الهجرة قوي الإسلام فتح الوسول عليه الصلاة والسلام مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا واستسلمت كل جزيرة العرب له وحقق الله رجاءه فأعز جنده ونصر عبده وقامت دولة الإسلام وانتشر بحول الله في أرجاء الأرض ولكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الغربة سوف تعود فقد روى مسلم عن نبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء أي أن الإسلام سيعود في آخر الزمان غريبا كما بدأ وخير ما يشهد على ذلك واقعنا اليوم فقد أصبح الإسلام كما ترون وتسمعون غريبا وأصبح المتمسكون بدينهم في هذا الزمان غرباء فأبشر يا من تشعر بالغربة الآن بين الناس بهذه البشارة لك من وسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله فطوبا للغرباء وهذا وعد منه عليه الصلاة والسلام لهم بالخير الكثير والأجر العظيم الوفير في الآخرة جزاء ما صبروا وثبتوا وعملوا وبذلوا وتحملوا ونحن الآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره فقال سيأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابد على جمر بين يديه رواه التلمزي في سننه بسند حسن ومعناه الذي يتمسك بدينه يجد صعوبة في ذلك الزمن كالقابد على جمر لكثرة المعارضين لمن يقول الحق يتعب معهم تعبا شديدا شديدا يتأذى منهم كما تأذى من يقبض على الجمر في ذلك الزمن الذي يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر له ثواب خمسين صحابي لأنه في زمانهم كان يقبل بعضهم من بعضهم الحق إذا تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر كانوا يتطاوعون أما اليوم أبوه للشخص أمه أخوه أخته صديقه قد يعارضونه إذا قال الحق قال عز وجل في القرآن الكريم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم اللهم جعلنا من الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس ويثبتون على الإسلام حتى يلقوك غير مبدلين ولا مغيرين اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا اللهم جعلنا هداتا مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم استر عوراتنا وآمر وعاتنا وكفنا ما أهمنا وقنا شر وما نتخوف يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اشتركوا في القناة